زيارة رسمية مميزة بدأها رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى تركيا تلبية لدعوة تلقاها من نظيره التركية مصفى شنطوبة لبحث جملتين من القضايا التي تتعلق بالعلاقات السنائية المتنامية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية حيث شدد آل الشيخ على أهمية مواصلة التنصيق والتعاون وتعزيز الحوار المشتركة بما يحقق مصالح البلدين هذه الزيارة تأتي بدعوة كريمة معالي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير لزيارة تركيا واللقاء بأعضاء مجلس الأمة التركي اللي هو البرلمان وبحث الجوانب التي تهم الجانبين في المجال البرلماني وفي المجال التعاون الذي يحقق رؤية توجهات قادتنا خادم الحرمين الشريفين وسموه لعهده وفخامة الرئيس التركي الجانب التركي أكد على تعزيز أوجه التعاون مع المملكة التي تحتل مكانة رائدة عالميا وتشهد تطورا وتقدمان في العديد من المجالات زيارة رئيس المجلس السعودي لتركيا تجسد متانة العلاقة الأخوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات زيارة آل الشيخ التركية وما لها من دلالة وأهمية في المباحثات التي جرأت وعلى رأسها العلاقات السنائية تأتي زيارة معالي رئيس مجلس الشورى إلى تركيا لتجسيد مظاهر تقارب وتكامل بين المملكة وتركيا في العديد من المجالات المختلفة لقناة الإخبارية طه عودة أنقرة